هذا برج السرطان هذا قرائتك العامة رح نلقي فيها نظرة أول على الطاقة العامة لهذا الشهر ومن ثم وضعك المالي الصحي الحياة العاطفية وأيضا أي أخبار تتوقعها أو بانتظارها أنت خلال هذا الشهر عزيزي برج السرطان طاقتك جدا جميلة وتبشر بالخير لأنه عندك كرت الشمس وهي كرت جميع النجاحات تحقيق لجميع الأماني المعاجز فإذا كان لديك أي شيء أنت تمنى وكنت بانتظارها في هذا الشهر كرت السرطان هو طبعا برج الأسد أو الطاقة نارية فأرى أنك حققت لحد الآن تسع الخماسيات حققت لنفسك شيء يذكر أنجزت وصلت لمرحلة يعني تعبت على حالك سواء جسديا ماليا في المهنة تعبت على نفسك لحد ما وصلت لأمور معينة في بالك نجاحات معينة على الصعيد المالي خلا نقوله بشكل عام لأن الخماسيات هي طاقة الأرض والمادة ولكن أنت بارتقاب في هذه القراءة بالضبط تسع الخماسيات قاعدة تطلع لي كأنك قاعدة تنتظر شيء زيادة الخماسي العاشر أن يأتي ويكمل عليك السعادة يكمل مجموعتك أنت تحس أنه في شيء غير كامل عندك احتمال إما أنك حققت النجاح المهني المادي وبانتظار الزواج والحب أو العكس حققت الزواج والآن أنت متفرغ نحو النجاحات المادية ولكن هذا الشمس اللي رح سوف تسطع عليك في المستقبل هذه ليست شيء تستطيع أن تنجزه بجهدك أن طبعا برج السرطان كرتك هو كرت العربة الشاريوت وطبيعتك تتحرك إلى الأمام وتنجز الكثير دائما تتحرك إلى الأمام دائما عندك تطور تقدم تسهيل الصعاب فلحد الآن هذا يفسر مرحلة الاستقرار اللي وصلت لها نفسك ولكن التاري يخبرك أن مرحلة انتظار التكملة الخماسي العاشر هي رح تكون مثل المعجزة لأن هذه ليست بيدك أو بيدي النصيد مثلا النجاح تحقيق السعادة الكاملة انت تقدر مثلا تحقق 90% سعادة 98% ولكن امية بالامية يجب أن يكون فيها تدخل من الله هدية من الله هدية من السماء رح ان شاء الله تأتيك في وقت قريب ورح تكمل عليك سعادتك اللي انت قاعد تنتظر وترتقب وتحسنها ناقصة وأقول لك ان شاء الله لأن انت اشوفك في مرحلة حاليا ترقب كأنك قاعد تطالع كل الانجازات اللي سويتها لنفسك أو الامور اللي مريت فيها عشان توصل لها المرحلة وتنتظر تنتظر ليش انتظارك لأن انت عارف ان الشيء اللي مفروض يأتيك لا تستطيع ان تجلبه بنفسك يجب ان يأتيك من السماء على الصعيد المالي نجاحاتك المرتبطة بالحاضر سوف تستمر اذا قال لديك عندك page of pentacles البنتكل الصغير الخماسي الصغير وعندك ملك الارض او الخماسيات اذا عندك شيء بسيط صغير حاليا قاعد تشتغل عليه احتمال انه يجلب لك دخل زاهد او زهيد تمسك فيه بكل قوتك لأن هذه البذرة الصغيرة المشروع الصغير اللي عندك الحرفة الهواية الشغف اللي انت عمل عليه هذا باستطاعت ان ينقلك الى مرحلة ملك الخماسيات ملك الارض وهو ملك عنده التحكم على جميع عناصر الارض بما معناه المادة ملك المادة ملك المصاري رح يبدأ بشيء صغير عندك وضعك المالي بشيء بسيط عندك بمشروع بسيط فكرة بسيطة وان كانت بالنسبة لك غير كبيرة او مهمة او ذات صيد ولكن هذه رح تتحولك الى سبب لجميع نجاحاتك المستقبلية على الصعيد المالي او المهني رح تأخذك هاي القفزة الكبيرة وبالنسبة لي رح تظل في مرحلة انتظار لان انت قاعد ترتقب سعادة لا تكملت سعادة خلي نقول مو قاعد ترتقب خماسيات اكثر ولكن المضحك في الموضوع انه ستأتيك خماسيات اكثر مادة اكثر نجاح اي شي تحاول تسوي على الصعيد العملي رح تنجح فيه اسرع من الصعيد احتمالا العاطفي لان العاطفي رح يأتيك شوية بعد فترة شوية للامام ولكن ليس الان الان مكتوب لك وقت النجاحات العملية اي شي تضع يدك فيه رح يثمر فاستغل الوقت حاليا في البداية واخذ الفرص اللي تأتيك على الصعيد الصحي ارى انك يا برج السرطان كنت عارف او مكتشف انه عندك اوجاع معينة الام معينة تأتيك ثم تذهب ولذلك ان كنت تهملها لا تخبر الاخرين عنها تداريها عن الناس احتمال الام يأتيك في الخاصرة الام يأتيك في مكان معين تداري بينك وبين نفسك تخبيع عن اعين الناس ولا تستشير فيه احد وانت قاعد تقلل من اهميتها فالمصيحة لك على الصعيد الصحي ان تفحص ان تتكلم اولا ان تتكلم الى المقربين منك ترى ماذا يشورون عليك وايضا ان تفحص نفسك تذهب الى الطبيب وان تفحص هذا الالم البسيط مجرد عشان تتأكد انه هو مجرد الام بسيط او اوجاع عادية يعني عشان تتأكد انه ما في مشكلة كبيرة لا تداري بعد اليوم على الصعيد الصحي يقولك لا تداري على الصعيد العاطفي عندك تلاقي ارى انك مثل ما قلت لك انت تنتظر انت عندك المال عندك المجاح وحتى ان لم تكن تمتلكه فهو موجود من اجلك اللحظة اللي تقرر فيها ان تنجز امور تجلب لك المال راح تستطيع ان شاء الله ولكن انت عينك على الحب عينك على الشريك قبل الاسرة انت حاليا تفكر في الشريك متى راح يأتي كيف سيكون شكله قاعد تسأل كثيرا متى انت مستغرق في التفكير عندك ملك السيوف طاقة العقل احتمال ايضا ان يكون هو برج هوائي ولكن انت قاعد ترتقب وعينك على الشريك متى راح يأتي تحس انه في تأخير في الموضوع وكأنك يعني مثل اللي زعلان بس زعلك من القدر انت زعلان وعندك مشكلة حاليا مع القدر نفسه او مع النصيب تحس انه في تأخير تحس انه ليش انا اخرتني ليش انا لحد الان انا جاهز انا املك كل مقاومات انا املك كل ما احتاجه ليش بس هاي النقطة نقطة الحب مثلا نقطة العاطفة لحد الان ما حصلت وجوابك من الترو ان كل شيء سيأتيك كما تستحقه ولكن في الوقت الصحيح لان انت تريد شخص يكون يستحقك وتستحقه مكافئ لك التالي يخبرك انه لا فائدة ان مجرد تدخل في علاقات في هاي الوقت مع اشخاص غير مناسبين اشخاص احتمال مجرد ينتبهون الى وضعك المالي يحسون ان انت مغري او جذاب لان وضعك المالي منيح انت تريد شخص يراك كما تراه شريك مكمل شخص تستطيع ان تبني معه فالتالي يخبرك ان لا تسأل كثيرا عن متى خلك اكثر صبرا لان كل شيء تستحقه وانت استحقه متقابلين انتوا على هاي الجهة تستحقه ولكن سيأتيك بعد فترة في امور معين احتمال عندك في الكواليس عند هذا الشخص في الخفاء تحتاج ان تنتهي من اجل ان تستطيعون ان تتلقون في المنتصف وما يكون في اي عوائق زيادة لان اللي قاعد اسمعه ان لما يصير اللقاء بينكم المفروض يكون اللقاء السعادة ما في زعل ما في كدر ما في علاقة ثلاثية ما في طرف ثالث ما في احد ثاني في الصورة لان انت استحق السعادة فمن اذل ان تأتيك فعلا السعادة بهالشكل وبطريقة انت استحقه شوي اصبر فشريكك موجود احتمال هو ايضا يمر باشياء مشابهة لك ولكن لا تتنازل يعني حتى لو اني احسك شوي تحس بالوحدة في هاي الوقت احسك لا تتنازل لان التالي يخبرك ان تكون شوي سنجل زيادة اعزب لوقت زيادة افضل من انك تكون مع شخص غير مناسب لك او الشخص الخطأ ويكون مجرد مضيعة للوقت عندك الكثير هنا من الطاقة الهوائية وبرج الميزان احتمال ان يكون برج هوائي واحتمال هو ايضا ينتظر اشياء معينة تحدث في حياته من اجل ان يستطيع ان يحدث اللقاء بينكم اللقاء بدون دراما بدون كذر الصبر حلو اذا كنت انتظر اي اخبار معينة على اي صعيد من الاصعدة فالرسالة مكررة بالنسبالك انه ما تستحق موجود ما تستحق ايضا ينتظرك ويترقبك مثل ما انت مترقب وتسأل متى نفس الشيء ودايما احس ان طاقتك هني صايرة عاطفية تنتظر الحب او الشريك تنتظر ان يدخل ايضا هذا الشخص الى حياتك انت مستعد انت مستعد ان يدخل هذا الشخص الجديد في حياتك احتمال ان هذا الشخص حاليا يمر بمرحلة طلاق لان دائما ملكة السيوف تسمى الملكة المطلقة الملكة اللي تمر في امور كثيرة قبل ان تستطيع ان تحكم مملكتها هذه قصتها فاحتمال انك انت جاهز اكثر من الشريك الشريك عنده امور شوي محتاج انه يعملها من اجل ان يصل من اجل ان تصلون الى عشرة الاكواب مع بعض السعادة المطلقة الالتقاء تحقيق الامانة الاجتماع تحت سقف واحد في بيئة سعيدة ما فيها زعل ما فيها خوف ما فيها ترقب من احد يدخل حياتكم يكدرها طاقة سعادة ما فيها حزم من اجل ان تصلون لها في امور شوي معينة تتطلب منك التفهم والصبر ملك السيوف بالنسبة لي هو ايضا ملك اعزب وانت ابتدين قراءتك بانك اعزب فهذه هي طاقتك عليك شوي ان تصبر فسعادتك موجودة ولا تزعل من التارو او من القدر او من الله يعني لا تكون مثل اللي كأنك مخذول او فقدت الامل لا تفقد الامل شريكك موجود واحتمال ان ايضا يمر باشياء معينة يحتاج ينجزها من اجل ان يحدث اللقاء بينكم او تجتمعون سواء ان تلتقيتوا من قبل او لم تلتقوا من قبل هذه القراءة عامة سأسحب لك كرت تبع النصيحة يا برج السرطان من اجل شهر ابريل برج السرطان نصيحة اخيرة شهر ابريل برج السرطان انا احبك هذه الكلمات قوية المضحك في الموضوع احس انت يا برج السرطان طلع عليك هذا الكرت لانه انت محتاج تسمع هذه الكلمة من شريكك انت محتاج حبيب في هاي الوقت ان تملك كل ما تريد على الصعيد المالي او تستطيع ان تملك ولكن انت ترقب كل ما تحبك او تترقب وجود الحبيب في حياتك اتوقع ان هاي الكرت طلع عشانك عشان يوصلك احساس الحبيب حتى وان لم يكن موجودا في حياتك لحد الان حتى وان كان مشغول في شيء ثاني حاليا الحب موجود حتى وان لم تلتقوا التواصل بينكم الرابط هو على مستوى الروح مثل السور الميت فان لم تلتقوا لحد الان اتوقع ان لم تلتقوا لانه معاكس الاتجاه فهو يحبك يبادلك الحب موجود فالتارو يخبرك بهاي الكلمة على لسان الحبيب حتى وان كان لحد الان لم يدخل فعليا في حياتك او لم يحدث لم تحدث الشراكة كرت ايضا رح اسحب لك تبع ما يجب ان تعرفه عن المستقبل بالخصوص كرت سقط بالغلاط هاي حبك كرت اهاي انقلع اوكي بل ايدي بالضبط شنا قلت لك برج السرطان سيدة الهدية الكرم استلام الهدية برج السرطان انت بانتظار هديتك وانت تحس ان هديتك هو وجود هذا الشخص في حياتك وانت تكونون سعيدين مع بعض قلت لك انت وصلت الى كل هذا بجهدك تستحق ان ترفع القبعة من اجلك على انجازاتك لحد الان ولكن انت بانتظار هدية من السماء وهذه الهدية مثل ما خبرتك رح تأتيك فلا تفقد الامل او لا تتأفف لان هي في الطريق طلع علي كرت الهدية وهديتك هو الحبيب ان شاء الله شكرا عزيزي بك شكرا شكرا شكرا